كلنا عارفين إن الحياة قيمة على المشاركة بين الراجل والست وأغلى من المكتبعات بتكون مأسوة من حاجة من الاتنين يا إما الراجل والست الاتنين بيشتغلوا أو إن الراجل هو اللي بيروح الشغل والستة هي اللي بتقعد في البيت وخصوصاً في المجتمعات العربية لكن إن الراجل ما يكونش موجود والستات تكون هي اللي مسؤولة عن كل حاجة حتى حكم البلد أكيد دي هتكون حاجة غريبة جداً بالنسبة لنا أهلاً بيكم في حلقتنا النهاردة واللي هنتكلم فيها عن جزيرة بالكامل بتحكمها النساء ومش بس كده ده كمان كل الوظائف الموجودة مش هتلاقي فيها غرستات بس والرجالة ما لهمش أي وجود طب يا ترى ليه النساء هي اللي بتحكم الجزيرة والرجال اللي كانوا موجودين فيها راحوا فين وليه الوظائف عندهم ما فيهاش ولا راجل ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقتنا النهاردة في شمال أوروبا وخصوصاً في بحر البلطيق بتقع إحدى جزر دولة إستونيا والمعروفة باسم جزيرة كينو وتعتبر جزيرة كينو سابع أكبر جزيرة من الجزر الموجودة في دولة إستونيا واللي بتضم أكتر من ألفين جزيرة وتشتهر جزيرة كينو بأن نساء الجزيرة هم اللي بيقوم جميع الأعمال الشقة اللي من المفترض أن الرجال هم اللي يعملوها وتعداد الجزيرة صغير جداً وبيصل إلى حوالي 300 نسمة فقط جميعهم من النساء والسابر الرئيسي في غياب وجود الرجال عن الجزيرة وتحمل النساء مسئولية كل شيء بيرجع إلى القرن التاسع عشر وفي الوقت در الجرى الموجودين في الجزيرة كان مصدر رزقهم الوحيد هو الشغل معظم شهور السنة في صيد الأسماك في البحار وما كانوش بيرجع له بيوتهم إلا بعد شهور طويلة جداً فأصبحت الجزيرة بمرر الوقت خالية تماماً من الرجال ولذلك تولت نساءهم مسئولية كل شيء من تعليم الأطفال إلى إدارة كل شؤون الجزيرة ومن أهم الآراء والمعتقدات المنتشرة في جزيرة كينو إن أولويتهم الأولى للأطفال والمجتمع اللي هو عبارة عن نساء الجزيرة وآخر اهتمهم الرجال ويتميز شعب جزيرة كينو بعقلياتهم المختلفة عن الناس الموجودة في البر الرئيسي والهدف الرئيسي لنساء جزيرة كينو التفكير الدائم في فعل ما هو أفضل لعائلتهم وخاصة أطفالهم ومن المعروف أن أي حد بيزور جزيرة كينو بيانبهر بهدوءها وجمال شواطئها بالإضافة إلى الغيبات والمزارع ذات الألوان الزهية اللي بتحيط الجزيرة من كل الاتجاهات قلولنا في التعليقات هل دي كانت دي المرة الأولى اللي تسمعوا فيها عن جزيرة كينو واللي سمعتوا عنها قبل كده ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشارع على الفيديو ترجمة نانسي قنقر